للعالم أجمع الحق في إبداء الخشية من الحرب الروسية الأوكرانية على الرغم من أن الحروب تشتعل في أكثر من دولة وبلد وقارة حول العالم فخبراء وضباط كبار حول العالم يؤكدون بأن الأسلحة المستقدمة في الحرب الروسية الأوكرانية هي سبب هذه المخاوف حيث لا يتحدثون عن الأسلحة التقليدية المعروفة بل يؤكدون أن روسيا تستخدم أسلحة فتاكة لم تستخدم في أي حرب من قبل والتي تسبب كابوس رعب ليس على أوكرانيا وحدها وإنما على أوروبا والعالم أجمع وتاليا أبرز هذه الأسلحة السلاح الأخطر على الإطلاق إنه الصاروخ الحراري أو أبو القنابل أو ما يطلق عليه بالقنبلة الفراغية وهو أحد أخطر الأسلحة غير النووية التي عرفتها البشرية والتي حركتها روسيا فعلا باتجاه الحدود الأوكرانية حيث يقال إن لهذه الصواريخ القدر على تبخير الأجساد البشرية وتدمير مدن بكاملها ثانيا الصاروخ الباليستي العابر للقارات RS-28 سارمات والملقب بيوم القيامة ويصل مداه إلى أكثر من 20 ألف كيلومتر ويحمل نحو عشرة رؤوس حربية ثقيلة ثالثا صاروخ R-36M2 الذي يحمل اسم الشيطان وأحد أثقل الصواريخ الباليستية ويتجاوز مداه 11 ألف كيلومتر رابعا صاروخ RS-24 يارس ويتجاوز مداه عشرة آلاف كيلومتر ويستطيع حمل رؤوس نووية خامسا صاروخ R-29RMU2 وهو أحدث صواريخ عائلة R-29 ويطلق من الغواصات إلى أبعد من ثمانية آلاف كيلومتر سادسا صاروخ RS-M56 بولاذا نووي ويطلق من الغواصات أيضا ويتجاوز مداه 25 ألف كيلومتر سابعا الصاروخ الباليستي العابر للقارات توبول M ويتجاوز مداه 11 ألف كيلومتر ومع فارق التسليح لدى الأوكرانيين والذي لا يقارن بالترسانة الروسية الفتاكة برصيد يتجاوز الآلاف من الصواريخ الباليستية التي يمكن لعدد قليل منها مسح دولة كاملة من خارطة العالم فضلا عن نحو 6255 قنبلة نووية وأكثر من 1180 رأسا نوويا تمتلكها روسيا بالإضافة إلى أوامر الرئيس الروسي بوتين بوضع قوات الردع النووية في حالة تأهب قصوى يرتفع سقف المخاوف الغربية والعالمية من صراع الجبابرة الذي قد يقود إلى حرب عالمية ثالثة لن يسلم من نارها أحد ترجمة نانسي قنقر